بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد продолжим грамматический разбор 211 آية سورة البقرة ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما أستنويلسنا صلاة وفي الآخرة حسنة الواو يتحرف عطفن سيوز مبنيو على الفتح سنيز بنام مكنشانم سفتح نكنسان الواو هنا عاطفة شيئين على شيئين متقدمين سيوز الواوزي سيدنا 2 вещи سبرتشيسوشم دوميا وشامي حسنة وفي الدنيا سدميا وشامي ففي الآخرة معطوف على في الدنيا وحسنة معطوفة على حسنتين الأولى أل جار والمجرور في الآخرة وقنا حسنتين ألواو يتحرف عطفن سيوز نبودم مفتولي تثبيت خنأ في الآخرة – глагол, обозначающий мольбу. قي – مبني على حذف حرف الالتي – с неизменяемым кончанием, на что указывает удалённое удаление слабой буквы на конце. وهو اليا – удалённая слабая буквы здесь – это اليا. والكسرة تقبلها – دليل عليها. Оставившаяся после удаления буквы «Я» كسرة указывает на неё. وفعله يوفعل действующее лицо – это دمير مستطر فيه وجوبان скрытое в нём в обязательном порядке местомения تقديره أنت. والفعل مع فعله – глагол قي со своим فعلم جملة فعلية глагольное предложение ماتوفتن على ما قبلها соединёнها с предыдущим предложением فهي مثلها في محلل ناسبن а значит так же как и предыдущее будет на месте падجان ناسب. نايت دمير مستطر سن слитное местомение مبني على سكونا с سكونام на конце с неизменяемым кончанием سكونام на конце. في محلل ناسبن на месте падجان ناسب винительного падجا. ما فعلن به أولو – первое прямое дополнение глагола قي. عذاب النالي عذاب – مفعلن به ثانين второе прямое дополнение глагола قي. مانسوبن – поставлена в состоянии ناسب винительный падеж. وعلامت ناسبه – признак в состоянии ناسب в этом имени الفاتحة الظاهرة على آخره яون الفاتحة на его конце. وعذاب – это مداف имя عذاب является первым членом изофятной связки. النالي – это مدافن إليه второй член изофятной связки. مجرورن بالمداف поставлен مدافن в состоянии جر. وعلامت جرده признак جرده в этом имени الفاتحة الظاهرة على آخره яون الفاتحة на его конце. وعلامت جرده لهم ناسبه مما كسبه الله سريع الحساب وعلامت جرده وعلامت جرده وعلامت جرده في الأمامات جرده اomat الفاتحة на второе лицо на собеседнике. لهم العلامة الذي حرف جرده رد التنوى . هم الهو الهو أو دمير نتسنة نسلطنة مستمينة مبنير على دمي سنة نزيمن معنة سنطنة ننطنة في محل جارن نميس في جارن والميم الساكين توسكونيرو النميم Это علامة جمع المزاكري Признак множественного числа мужского рода والجار والمجرور رد التنوى حرف جار الام и находящиеся إ Nature Andis. Nmanaite N bots. них состоят внимativ hug Nasaika Nusoka Nasaika Nasaika Naga N anda Naga 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 وَالْمُبْتَدَعُ مَعَ خَبَرِهِي فَادِلْجَا شَيْنْ أَذَابَرِهِي وَالْمُبْتَدَعُ مَعَ خَبَرِهِي فَادِلْجَا شَيُنْ أَذَابَرِهِي وَالْعَایدُ هُوْتَمِرُ الْهَا فِي الْخَبَرِي وَазвратное местоما sine которое которого связывает сказуемое с подлежащим это местоما الْهَا сказуемым لهم وَالْمُبْتَدَ أُمَعَ حَبَرِهِ قَدْلِجَى عُلَىٰي سَوَيْمَ سُكَزُيَمَ مُلْهُمْ نَسُيبُنْ سَوَيْتُوَيْتُ وَسَوَيْتُ جُمْلَةٌ إِسْمِيَتُنْ إِمَنَوَيْتُنْ إِبَا تِدَا إِيَةٌ начальное предложение لَا مَحَلَّ لَهَمْنَ الْاِعْرَابِي نَيَمَيَتْ مَيَسْتَهُمْ موسيقى 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 عاملن факторами являющимся نعتم описанием или определением для слова نصيب اي نصيبن كائنن من اللذي كسبوهو كسبوه تفعلن مادن глагول прошедшего времени مبنيو على الدومي с неизменяемым окончанием с дома на конце لتساليه بيواوي دومير так как он присоединен к местомению множественного числа мужского рода والواو это دومير موتسلن слитное местомение مبنيو على سكوني с неизменяемым окончанием سكونم на конце في محل رفعن на месте подجار رفعن فعل الفعل فعل действующее лицо данного глагола والأليف والتفريق أليف имеющийся после местомения واو это أليف различия أليف помогающий отличить местомение واو от других видов واو как союзная, например, частица واو حرف عطف والفعل مع فعل глагол كسبو с особым فعل جملة فعلتن глагольное предложение سلط المصول предаток предаточное предложение для относительного местомения لا محل لها من الإعرابي الحساب أليف أليف إس تينافيتن указывает на возобновление речи на новое предложение حرف عطف مبنيو على الفتح حرف с неизменяемым окончанием с فتح на конце حرف عطف поставлена حرف عطف признаком رفعه является دمم на его конце سلط المصول حرف عطف مبنيو على الفتح مبنيو على الفتح وعلامت رفعه عطف عطف الظاهرة عطف عطف الظاهرة على آخره حرف عطف عطف وعطف مبنيو على الفتح وعطف مبنيو على الفتح وعطف حرف عطف حرف عطف 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 عطف